بسم الله الرحمن الرحيم نعود لنطل عليكم هذا المساء كما وعدناكم في هذا الصباح ولو أن هناك يعني واحد الوعكة صحية مفاجئة يعني مفاجئة وصفي ولكن لا بد أن أتقاسم معكم بعض الملاحظات حول اللقاء الذي جمع بن موسى مع النقابة الأكثر تمثيلية إذن ما ما تبخلوش علينا بالبرتاج على نطاق واسع حتى تتعمل فائدة تدعمونا تدعمو هذه القناة المتواضح تكتروا من الإعجاب جيم لايكات وتضغطوا على الجارس حتى يصلكم إي جديد إذن نحاول نكون يعني خفيف ضريف لأنني شويعيان جاتني واحد للوعكة صحية يعني فجائية طلبوا من الله السلام والعافية إذن بالنسبة لهذا كل اللقاء دي الأمس فهو بكل بساطة باش من نهولوش الأمور ونعطوها أكثر من الحجم دي لا فالرد الحاسم دي الحكومة هذا هو الرد التاني يعني ابن موسى خلال هذا اللقاء قدم العرض الحكومي النقابات استمعت إلى العرض الحكومي وطافقوا باش هناك غادي يكون واحد لقاء نهولوش دي عشرين لغادي يجمع يعني المصالح ديريا والنقابات الأكثر تنتيلية برئاسة مدير موارد البشرية ثم غادي يعني يكون هناك بعض المعالجة والتدقين أظن أنا بأنه سيكون اللقاء قبل آخر بأن ذلك اللقاء من بعد سيكون سيليه اللقاء دي 15 دجنبر على ما أظن حتى يتم توقيع الاتفاق النهائي أما لجنة سياغة النظام الأساسي رأها خدامة في أشغال سياغة النظام الأساسي وأيضا مراجعة منظومة التعويضات اللي رأى في الفيديو السابق رأى نقلت لكم الملاحظات ديبنا أن اللي استفدوا هم الأوائل الآن يعني غد يستفدوا لمرة التانية والثالثة إلى آخره فعندهم رأى عندهم تخفيض الضريب غا يستفدوا منه الملفات الأربعة رأى استفدوا من من تسوية الملفات ديال المولولين كالمتصرفين توجيه التخطيط إلى آخره آآ تنسمعوا بأن الزيادة في التعويضات دي المتصرفين ديال التعويض ديال توجيه تخطيط المفتشين إلى آخره وكي ينونك مفتشين مبرزين إلى آخره في حين أن الماجوريتي يعني في ألات عريضة للأسف الشديد ما غا يكونش عندها واحد الحظ كبير في الاستفادة من نفس التعويضات اللي تنشوفو الآن دارو تحفيز بالنسبة للمؤسسة وانتم تتعرفوا بأن المؤسسات ترى لأن غا يديروا واحد المعايير قال لكم ما بش يديروا هنا غا يدخلوا في واحد ما شي تحفيز تمييز إقساء وتمييز وغا يزيدوا الشحمة في ظهر المعلوم ثم تتعرفوا بأن المؤسسات اللي تتكون متميزة ره هي معروفة في المناطق الحضارية اللي تتكون فيها حتى وإن وجدت بعدها لا بد غا يمشون الفرعيات غا يمشون المجموعات المدرسية ولكن هاللي تتكون محظوظة هي اللي غا تكون محظوظة إذن خمسمية ماذا ستغطينا لنا لن تغطي شيئا إذن يجب الدفع إلى أن تعويض ديال التحفيز يكون تعويض يعني شامل للجميع عام بالنسبة للجميع وطور تريس طور إداريين تقنيين إلى آخره وطور وذات تربية الوطنية توزى عليه كامل بدون حيف ولا بدون تمييز يكون تعميم دياله لأن باش منطيحوش داني في المحسوبية والزبونية والتمييز والهم ويزيد الشحمة في ظهر المعلوم كما أننا تنشوف بأن ذاك الشي اللي قررت الحكومة واللي كان بالنسبة للتوظيف الجهوي والرقم المالي الممركز لذن ليس هناك أي توظيف في الوظيفة العمومية وليس هناك أي استقرار وظيفي في الوقت التي يقول لك بأن هناك مسار ميالي موهد في الحقوق والواجبات إذن يعني كل شيء يمشي وفق التوصيات ديالصندوق الدولي خارج السلام اللي ربطه هو بالإصلاح الجديد ديالتقعود دونون دونون عطيني نعطيك هذا الإصلاح الهيكلي اللي كل شي دار طمع لي ناهيك عن يعني بعض الامتيازات اللي تمنح للبعض ونكتفي بهذا القدر لأن ما قدرش نكمل اتمنى اتمنى من الله سلامة والعافية ونتمنى من الله يكون هناك وحد للفراج فعلي على الملفات ذات الأولوية الفئات الجد متضررة ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة مية واثناش لتقاعد ما فيه وثلاثة ألف واربع وانساء هم الأوائل أنهم هم الذين كانوا الفئة الجد متضررة وتضرروا من جميع هذه الفئات التي تنصف يوما بعد آخر في أي حوار تكون لها الأولوية والأسبق في الإنصاف فأي يعني إصلاح يجب أن يكون منصفا فعلا ويستهدف الفئات الهشة الفئات الجد متضررة وما تكون هناك دائما الأنانية المفرطة محسوبية والزابونية اللي غد نطرق لها في فيديو آخر عندما تسمح لنا الظروف بذلك إذن ما تنسوا سبارتاج على نتاق واسع حتى تعوم الفائدة تكتروا من إعجاب اللايكات الجيمات وتفعلوا الجرس حتى يصلك كل جديد وتحية نضالية فقط للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات فقط لغير اشتركوا في القناة